السلام عليكم السلام عليكم نعطي هذا مطمر الثالث الجمعية الوطنية لمديرات ومديرات العمومية في مغرب في اطار تجديد الجمعية لهياكلها اقليميا جياويا ووطنيا اليوم مدينة العرائش او مكتب اقليمي جمعية العرائش يستطيف هذا المؤتمر الذي يأتي اجل تجديد المكتب الجهوي لجهة طنجة طوان الحسينة ونحن في مكتب اقليمي العرائش جد فخرون باستضافة هذا المؤتمر ونحن مستعدون لتهيئ الظروف المناسبة لانجاح هذا المؤتمر الذي سيعمل على انتخاب المكتب الجهوي لجهة طنجة طوان الحسينة والذي ننتظر منه ان يعطي دفعة قوية وشحنة جديدة لعمل النضالي للجمعية وأيضا أيضا يعطي نفس جديد للمكتب الجهوي وبالتالي يعمل على تعبئة لتنفيذ البرنامج النضالي الثالث الذي قرره المكتب الوطني والاستمرار في النضال والصمود حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة للجمعية وعلى رأسها الكرامة والإطار العماج من الإدارة التربوية على مستوى القانوني القانون الجديد الذي نضمها الإدارة بالنسبة لكم كأجمعية تهتم بالمشاكل والظروف التي يعيش فيها إدارة التربوية وعلى العمل النقابي وعلى الوضعية الإدارية من تفتيت الإطار بالنسبة لكم ما موقفكم من هذه الوضعية التي يعيشها الإدارة التربوية؟ أولا نحن جمعية مهنية نناضب من أجل تحسين ظروف العمال وضع إدارة التربوية ونستعين في ذلك بالنقابات نحن داخل الجمعية نناضب من أجل تحقيق هذه المطالب وخارج الجمعية وخارج الجمعية نحن كأطور من خارطة في العمل النقابي ومن خلاله ندعو هذه النقابات لمساندة مطالبنا ومساعدتنا على تحقيق هذه المطالب رجل التعليم أو رجل الإدارة رجل التعليم صفة عامة وخصوصها رجل الإدارة اليوم يعمل في ظروف مزرية في ظروف يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مهينة ف لازلنا نعمل في ظروف يعني في إطار النقص مهوي في المواليد البشرية رجل الإدارة اليوم لا زال يقلف بمؤسستي لا زال يعمل منفرداً بدون مساعدين لا زال يعني يعمل بدون تجهيزات ومع ذلك فهو صامد على مستوى الإقليمي تم تجهيل تضيق على الحرية النقابية من خلال اقتطاع من الأجور بعد أخذ هذه الفئة يعني إدارات سربوية لإضراب وتنفيذ مطالب بالنسبة لكم ما هي تطورات هذه الموضوع أخص أن المدرية الإقليمية قامت بإشعارات بالاقتطاع ما هو تطورات الملف وكيف يمكن معرفة المستقبل لأنه منافي لموارسة الحق والنقاب طبيعي أن الجمعيات والنقابات تدافع عن عجل التعليم وتطالب بحقوقها فهذا أمر ما داخلي هم الجمعيات وهم النقابات نحن نطالب بحقوقنا ونختار الأشكال النضالية المنازمة التي تحكى هذه الحقوق والوزارة يعني تعمد إلى ضرب هذا التنسيق وأيضا تفتيت تفتيت النضالات سواء عبر الجمعيات أو عبر النقابات وتدعي تطبيق القانون ولكن في كثير من الأحيان تلجأ بعض المديريات إلى تجاوز القانون وإلى استعمال الشطط في استعمال السلطة بإشعار باقتطاعات بدون استفسارات بدون مصوغات قانونية ونحن في الجمعيات نرد بالوسائل القانونية وبكل هدوء نرد وإذا أرادت أن تقتطع فلا ذلك ونحن مستمر لن يخفن لا اقتطاع ولا تهديد ولا أي شيء سنستمر مهما كانت الضرب نعم على مستوى التنسيق النقابي يعني تقول لك تنسيق ابتولاتي يعني هل استطعتم أن تعبئت جميع النقابين يعني ترافوا حول القضايا التي تعرفها مشاكل الإدارة التربوية وإجال حلول للمشاكل يمكن أن أقول هنا كل موضوعية يعني هناك بعض النقابات أبدت رغباتها وكذلك إرادتها في ترافوا حول الدفاع يعني إدارة التربوية كما قلت يعني بكل موضوعية لا يسعني إلا أن أحيي نقابات ستة التمثيلية أحييها على وقوفها وعلى تبنيها لملف الإدارة التربوية ليست هناك نقابة واحدة الآن لا تتبنى ملف الإدارة التربوية جميع النقابات تدعم هذا الملف وتسانده بجميع الوزائع وهناك التضامن مطلق لجميع النقابات مع ملف الإدارة التربوية وسنستمر في هذا التنصيق وفي هذا الدعم وفي هذا الصمود حتى تحقق جميع المطالب لا يرهبون ولا يخيفون أي شيء لا الاقتطاعة ولا الاستفسارات ولا أي شيء من هذه الأشياء وسنستمر وإنها لمعركة مستمرة ونحن كذلك مستمرون في النضال حتى تحقق جميع المطالب المشروعة وشكرا ترجمة نانسي قنقر